طبعاً يعني خلونا بقى مع حضراتكم نروح لخبرنا التاني النهاردة الحقيقة إنه طول الوقت الدراما والأعمال الفنية من أكتر الحاجات اللي بيكون لها أثر كبير جداً جداً في المجتمع طبعاً يعني سواء عن طريق القيم والمبادئ اللي بتقدمها لنا أو عن طريق الأفكار المختلفة أو عن طريق إنها بتناقش ظواهر ممكن نبقى بنعيشها في مجتمعنا فطول الوقت الحقيقة الدراما والفن بيعبروا عن الواقع بيعبروا عن المجتمع وعن اللي إحنا بنعيشه كأفراد في المجتمع ده من الأعمال الجميلة والمميزة جداً اللي بتتعرض على شاشة دي أمسي الحقيقة الأيام دي مسلسل صوت وصورة واللي محقق نجاح كبير جداً جداً وطبعاً يعني يعني يعزين نواجه تحية لكل أبطال العمل ومن الفنانين المميزين جداً في المسلسل الفنان صدقي صخر اللي قدم دور لطفي عبود والحقيقة حقق نجاح كبير جداً جداً خلال طبعاً أداءه للدور ده فزملتنا شيرمند الدسوقي يعني كان لها لقاء مع الفنان صدقي صخر حكى فيه كتير من كواليس المسلسل وتفاصيل طبعاً الدور فتعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير واللقاء ونرجع مرة ثانية لفقراتنا النهاردة مشو أنت السابت اللي قرد إن الدكتورت دا كنت حاش بيها؟ أنا حافظ صوت كويش كويس أيوة هي أي كلمة أتقولها ممكن تتخذ الضعف تحيير راسها بس يا رضا أحنا مش فرض قدامنا اللي حلوات هو أن احنا نلاقي القاتل الحقيقة موسيقى مساء الخير على مشاهدي السفيرة عزيزة في كل مكان سعداء إن هيكون لنا اليوم لقاء مع أحد أبطال مسلسل صوت وصورة اللي بيتعرض على شاشتنا القناة دي أمسيه في الحقيقة هو كان متقلق في دوره جدا والجمهور تفعل معاه من الحلقة الأولى وانبهر بصورة المحامي الزكي صاحب الأخلاق والمبادئ الفنان صدقي صخر بنرحب بيك على شاشة دي أمسيه وفي البداية طبعا ألف مبروك على نجاح المسلسل بشكل عام وتحديدا نجاح المحامي لطف عبود الله يبارك فيكي ومتشكر جدا على استضافة الجميلة دي كلمنا عن لطفي عبود من أول مجالك الورق وأريده الحقيقة أنا من وأنا بقرأة وأنا مبهور بالشخصية دي إنها شخصية غنية جدا يعني مليانة تفاصيل اللي علاقة بشخصيتها اللي علاقة بتاريخها اللي هي مر بيه بعمقها حتى التفاصيل اللي علاقة بشكلها التفاصيل الظاهرية يعني كبيرة وتخلق كاركتر يعني فده كان جذبني جدا وحس إنه من الحاجات اللي هتعلم مع المتفرجين وهتعلم معي أنا في مشواري يعني يعني صوته صورة تركبته كلها تأدي للنجاح في الآخر بس في الحقيقة أول مسلسل نشوفه بيعرض أكتر من قضية يعني عندنا قضية التحرش قضية الزكاء الاصطناعي وتغيير الواقع كمان فيه قضية اجتماعية زي مثلا للزوج الغير مناسب شفت القضية دي كلها عاملة ازاي؟ والله هي قضية مهمة زي ما بتقولي يمكن يجي على أولها بالنسبة لي أنا يعني أو أنا من رأيي يعني هي قضية التحرش إنها قضية كبيرة جدا وإحنا مجتمعنا ابتدى مؤخرا يعني منها بشكل ملحوظ جات فترة الأرقام والإحصائيات كانت كبيرة جدا يمكن دلوقتي ابتدت أهو مع المجودات اللي بتتحط ومع حملات الوعي اللي بتتعمل ابتدى دي يبقى نشوف يعني تحسن لا لا يا أستاذ مصطفى ما تكبرش الموضوع مش بالدرجاتي باين قوي أن احنا عملينه بالزكاء الاصطناعي يعني هنشرح الزكاء الاصطناعي وطبعا المشهد بتاع المحاكمة العظيم اللي كنتم موجود فيه رأيت برده في قصة الزكاء الاصطناعي دلوقتي بصي الزكاء الصناعي واقع وهو موجود بقال وفترة يعني في حياتنا يمكن بطرق احنا مش حاسين بيها بس دلوقتي علشان ابتدى يبقى ظاهر في حاجات زي الديب فيك وزي التشات جي بي تي وان هو يبقى بيعمل حاجات وظيف كاملة من الأول الاخر فالناس ابتدت تخاف بس هو يعني ممكن يكون مفيد جدا للإنسان زي ما الانترنت دخل في الأول الناس كتخافة منه حاجات كتيرة من التكنولوجيا ما بتخش الناس بتقومها بس لما بتتوظف بشكل مناسب هي في الحقيقة بتفيد البنيات بيعمل ايه هذا ده؟ حيكون بيعمل ايه يعني؟ مش بنعمل حاجة أستاذ عبدالغاني بنتكلم في القضية ومستجداتها عبدالغاني تفزك؟ دور تفزك؟ هو دور يعني مكتوب هو كان في الأول كده تحس انه ممكن اتعاطف معاه و بعد كده راح بقى اي نوع من التعاطف هو شخص عامل زي الأراضة يعني برازايت حقيقي انا محطوط في وضع ان انا اوجدلك مخر مش هاهم اتغلى ما ودولك لا 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 انا ما بقيتش عادرة خلاص التعاون مع حنان مطابع اكيد ليه يعني طابع تاني وكان بيمنس بالك الفنان بيمثلك حاجة تانية كلمنا عن التعاون معايا خاصة ان المشاهد بينكو كتير جدا ايه والناس حابة انها تتفرج عليكو دايما التمثيل قصاد حنان حاجة اتمنىها لأي حد عارفة هي حاجة ثلثة جدا جدا طبعا هي شطرة جدا جدا ومذاكرة جدا جدا وفي الكاركتر جدا ومتفانية جدا في اداءها فالمشاهد فعلا بتمر بسلاسة وماش بنحس ان احنا بتخلص بسرعة حقيقي في اعمال كتير بنشوفها بنبقى مش قادرين نتخيل كواليس العامل عاملة ازاي بس في اعمال اكتر ومن انها صوت وصورة بيبقى باين على الشاشة التناغم اللي بين فريق العامل كله وكمان بنشوف دوت من الصور اللي بتعرضوها على سوشال ميديا بينكم وبين بعضيكم الكواليس كانت عاملة ازاي وقربنا ليها اكتر انا اغلب طبعا مشاهدي مع عمر واهبة وعمر شخصية فيه قمة اللازازة واللطف والجمال والاحترام فيه دي وبينكو في المسلسل اللطيف جدا الناس بتحب تشوفكو يعني اتكلمتو في دوت ولا هيك كمية طيلا بينكو جدا ما هي يعني ابتدينا طبعا يعني ده كان مهم جدا في التأسيس للمسلسل والتأسيس للشخصيتين دول مع بعض اه فمن اول بروفة من بروفة الترابيزة وبين انه اه ده اه ده هيطلع شجل مسخرة من الحتة دي ياب ساعة كاملة من هذه التسجيلات قبل وصول موكلتي او خروجها من العياد الامر الذي يصيل لدينا الشك في وجود مشتبه فيهم اخرين واصلوا ليلتها وقاموا بمسح هذه التسجيلات فقط لإثبات التهمة على موكلتي ايه اصعب مشهد بالنسبالك بصوت وصورة اه هو مشهد المرافعة طبعا كان مشهد صعب جدا لأنه كان كتير كتير يعني كان مكتوب حلقة كاملة مثلا مشهد كله فمشهد طويل يعني كان اه كان طلع مثلا بتع ربع ساعة ولا حاجة في الاخر فمشه المليان بقى لعوة عربية ومصطلحات قانونية فكانت قيل ومع التركيز في اداء بقى لطفي نفسه مع الحركة مع ان احنا في دور القضاء العالي وعندنا المكان ما قدت يوم واحد فكان يوم تصوير طويل طيب في النهاية تحب تقول ايه للجمهور السفيرة عزيزة؟ اه قلهم يعني متشكر على المتابعة واتمنى يكون المسلسل عجبكم ونتمنى نفضل عند حصن ظنكم فننسك يا صفر يعني بنقولك الف مبروك مرة تانية على المسلسل وان شاء الله نكون دايما معاك في كل نجاحاتك